شغل الملاعب ودي حاجة في فيديو معنا على الشاشة عرضه لنا مخرجنا الجميل ده كانت مباراة ما بين ناشئين العمال وفرقة تانية موجودة برضو من شيء ناصر وللأسف الشديد قدامنا ده طبعا فرقة من درجة تانية والدرجة الرابعة زي ما حضركم شايفين أنا طبعا منع الصوت للأسف الشديد لأن الإساءة اللي موجودة في الفيديو ما ينفعش أولياء الأمور أو السادة اللي موجودين في المنازل يتفرجوا عليها زي ما حضركم شايفين الناس ألعى دومها والناس بتعمل حركات بزيئة والناس بكذا وكذا وكذا ده كان الكلام ده والمشكلة دي والمباراة دي كانت في وجود طبعا كابتل أيمان حسان في منطقة القاهرة وكان كل منطقة القاهرة كانت موجودة الكلام ده كان من أسبوع وكنت أعلقت عليه على صفحات الفيسبوك وبعد ما أعلقت عليه بأيام بسيطة أو حاجة بسيطة لقيت بصراحة ظهر لنا قرارات راضعة للمباراة دي ودي حاجة إيجابية حاجة إيجابية إن إحنا لما يكون في خطأ لازم في عقاب لما يكون في عندنا حد أخطأ وحتى مهما كان أهل وزمالك حتى لو كان لازم إحنا نحط اعتبارات مش لازم اللي يتعاقب الفرق الصغيرة الفرق الصغيرة دي أصلاً ملهاش موارد يعني هو أساساً لما يتعاقب ويقعد في البيت هو أصلاً كده كده ما بياخدش لا بياخد مرتب ولا بياخد حق اللعب اللي هو ولا حتى رياضة وممكن يكون موظف وممكن يكون في شغلانة تانية ولكن حابب أن يكون متواجد داخل اللعبة دي حاجة مهمة جداً وحاببت أعاقب عليها لأن لو ما كانش اتخذ قرار كانت تبقى مشكلة كبيرة لأن كان موجود أيمان حسان كابتن أيمان حسان طبعاً وكان موجود كل القادات المحترمة من ونطقة القاهرة في مباراة نشئي العمال واللي من خلال اللي حصل طبعاً قد الإقرار قدام حضرتكم لو طبعاً الإخوة ممكن يزعونا بس على الشاشة بلازمة هنا عشان نشوف التفاصيل اللي موجودة موجود طبعاً هو قدامكم كلكم قد القرارات طبعاً فيه عندنا جزئات للعيبة للإداريين، للفريق كل اللي موجودين في المباراة جزئات راضعة للجميع بشكل كبير وبشكر طبعاً اتحاد الكورة وبشكر طبعاً منطقة القاهرة على مرعبتها للمباريات واتخاذ القرارات في وقت صعب جداً وفي وقت قاتل جداً